اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والرحيم والصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين اعزائي المستمعين اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التثقيفي العلمي تبسيط العلوم هذه الحلقة ان شاء الله سوف نخصصها لموضوع حديث جدا موضوع من اهتمامات السياسين والاقتصادين والتكنولوجيين وحتى عامة الناس الان مع انتشار رقمنا هو استشراف المستقبل التكنولوجي ماذا سيحدث لنا في المستقبل كيف ستؤثر التكنولوجيا في مستقبلنا ان شاء الله وهي موجهة اساسا الى طلبة التكنولوجيا الحديثة الاتصال والرقمنا وايضا الى طلبة الاقتصاد الحديث المهتمين وكل المهتمين بطلب العلم والتي سوف تلقي الضوء على مفاهيم الاستشراف التكنولوجي واهم التوقعات المستقبلية التي يمكن حدثها ان التفكير في المستقبل سمة بشرية بامتياز البشر فقط يفكرون في المستقبل فوعي الانسان بالزمن يجعله دائما متوثبا لمعرفة المزيد عن الماضي والحاضر والمستقبل كما ان المعرفة العلمية فتحت شهية العلماء وشوقتهم الى تخيل امكانية فهم وادراك وحل الغاز علمية محيرة منذ زمن بعيد والاستشراف العلمي او التوقع العلمي او التنبؤ العلمي هذه كلها تسميات الاستشراف هو سعي الى تبصر مآلات العلم وتطوراته في المستقبل النظر الى مستقبل الانسانية من خلال التحولات العلمية وتأثيرها على المجتمعات والسياسات والتمثلات الفرضية والجماعية للحياة والوجود والكون ومن المعلوم ان الانشغال بالاستشراف العلمي ليس ضربا من تنجيم لا يعتبر تنجيما او تخريفا وانما هو محاولات لفهم التراكم المعرفي واستثماره للولوج الى عوالر معرفية وعلمية جديدة تمكن البشرية من فهم قوانين الطبيعة والتحكم فيها واستغلالها لتحقيق القوة والرفاهية والتميز كذلك ان الاستشراف العلمي اليوم يحظى بكثير من اهتمام دول والدعم من طرف الحكومات الغربية خاصة والشركات العالمية الكبرى وذلك الاعتبارات المتعددة منها اعتبار المعرفي الجيوسياسي الجيوستراتيجي الجيو اقتصادي وكذلك العقائدي فمستقبل الدول الان رهين ليس بامتلاكها للتكنولوجيا الرفيعة فقط بل بالتوقع والتخطيط للسبق في مجالات علمية معينة واستشراف مجالات اخرى غير مسبوقة قبلها ماذا يراد بالاستشراف العلمي ما هي محدداته ما هي مجالاته ما هي المؤسسات التي تصار عليه وكيف تساغ الاستراتيجيات الاستشراف العلمي ما هي التدعيات ذلك على السياسات المحلية والعالمية ما هي مآلات الاستشراف التكنولوجي كل هذه الاسئلة سنجيب عليها في هذه الحلقة ان شاء الله مفهوم الاستشراف العلمي يستعمل لفظ الاستشراف العلمي او التوقع او التنبؤ بنفس المعنى للدلالة على مقاربة علمية تتوخى سبر المستقبل واكتشاف المشاهد الممكنة للتطور التقني والعلمي والاختراعات الممكنة والاكتشافات العلمية التي من الممكن ان تحققها في مدة زمنية بناء على معطيات ومؤشرات علمية رهنة وهو من اختصاص العلماء المتخصصين في العلوم الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة الاستشراف لغة هو كلمة من مصدر استشرفة ما معنى كلمة استشرفة يعني صعد فوق البرج لاستشراف مدينة المدينة للاطلال عليها من اعلى والنظر اليها ويقصد بالاستشراف وضع اليد على الحاجب للاستعانة بذلك على رؤية شيء بعيد ويستعمل اللفظ الاستشراف للدلالة على معنى التطلع والتأمل والتفقد التبسر النظر الى ابعد ما يمكن هذا هو تعريف اللغوي لكلمة الاستشراف وتعني ايضا بمفهومها الاقتصادي السياسي هو رسم الخطوط العريضة لمنهج معين منهج جديد يصالح ما بين المعرفة والسلطة الغايات والوسائل ويعطي للرجل السياسي المقدر على تحويل نظرته للمستقبل الى افعال وتتحول احلامه الى مشاريع حقيقية الان لم يعد مجرد خيالات وتخمينات وتنبؤات فرضية للبحثين وانما الان هناك مؤسسات منصهرة مع التوجهات العامة لسياسة الدولة يرتكز الاستشراف على ست ميزات اساسية الميزة الاولى هي اولا المستشرف يجب ان يتمتع بالهدوء يعني باعتباره ضروريا لاخذ المسافة الى الخلف يعني النظر الى التاريخ والحاضر من ازل الشراف المستقبل وهي ما تسمحه بالمحافظة على التحكم في الذات ثانيا ما يميز المستشرف الخيال وهو مكمل ومفيد للعقل والذي يفتحه المجال امام الابتكار ويعطي لمن يستطيع ان يبرهن على ذلك نظرة مختلفة اصيلة عن العالم هناك ايضا يجب ان يتمتع المستشرف بروح الجماعة الضرورية لاي حركة جماعية مثل الحماس الذي يدفع الى نفس الحركة ويجعل الانسان قادرا على انشاء الجديد ايضا يجب ان يتمتع بالشجاعة الضرورية للخروج من الطرق الكلاسيكية المسيطرة سلفا الى القيام بابتكار وقبول المخاطر الناجمة عن ولوج طرق جديدة اخيرا يجب ان يتحلى المستشرف بالروح الانسانية والفضيلة باعتبارهما اوليتان فلكي يعيى مجتمع ما مصيره عليه ان يضع الانسان في اولوية في مقدمة الاعتبار ولقد ساهمت سابقا اعمال مراكز الدولية الاستشراف المنتشرة عب في الدول المتقدمة في التنبيه الى المخاطر المحتملة التقنيات الجديدة مثل استخدام الطاقة النووية هناك استشراف قبلها لحدوث الحوادث النووية وكذلك استشراف ما يحدث في علم الفلك والطيران للحوادث حوادث طائرات كما عالجت هذه المراكز قضايا ذات صلة بمفهوم التقدم وتداعيته على المجتمع وعلاقات الغرب بالعالم ايضا انشاء تبني مقاربات متعددة تتلاقى فيها علوم وحقول معرفية كبيرة جدا وتتلاقح عبرها افكار وتصورات ومنظرات شخصيات في مجالات متعددة الاختصاصات مجالة سياسة مدرأ الشركة الكبرى البحثون الجامعيون المهندسون كل هذه الافكار تتلاقح فيما بينها لانتاج نظرة مستقبلية واحدة الاستشراف العلمي هو مرتبط بفهم ودراسة الظواهر الطبيعية والقوانين المفسرة لمختلف اشكال الحياة والخلق علماء المهتمون بالتوقع العلمي يسترجدون بالقواعد والمعادلات والنظريات التي تساغ حول العالم علماء الفلك لهم مقدرة علمية لرصد الظواهر الفلكية وتوقع حركات الكواكب قبل حدوثها وكذلك حركة المذنبات لامتلاكهم لمراصد ضخمة تتابع بشكل دقيق التحولات الفلكية لذلك فاستشرافهم مستند على قواعد وتجربة ورصد وتحليل وتوقع لهذه الحوادث التي يمكن لها ان تحدث مستقبلا واذا كان العلماء يستندون في استشرافهم على معادلات رياضية وعلى حسابات معقدة للتوقع مثل نظريات انشتاين حول الطاقة مثلا فالبعض منهم يعتمد على الحدث ايضا يساهم في الاستشراف وقد كانت هناك كذلك دراسات استشرافية قبل الثورات الصناعية كانت بعض الكتابات الخيالية اتخذت من المستقبل موضوعا عوضا عن الجزر البعيدة او القصر وذلك لسياغة مشاهد مستقبلية خيالية حول تطور العلم والتكنولوجيا يعني ما نسميها الروايات العلمية الخيالية توقعت ما يحدث في المستقبل هناك عدة مؤسسات بحثية في اوروبا وفي امريكا ساهمت الى حد كبير في تطوير توقعات التكنولوجية وذلك لاغراض عسكرية بالنسبة لبعض المؤسسات وكذلك لاغراض اعتبارات اقتصادية وتجارية بالنسبة لمراكز اخرى وكلها تستشرف المستقبل في مجاله في مجال السياسة او في مجال الاقتصاد كذلك فان الاستشراف العلمي او التوقع العلمي او التنبؤ العلمي هي مفاهيم يقصد بها مجموعة من الخطوات المحددة لإمكانية فهم مستقبل البحث العلمي وإمكانية اكتشاف حلول لمعضلات علمية الآن في الواقع الآن تقدم التكنولوجي الآن يحفز القدرات لإعادة سياغة العالم تقدم العلمي اللي انا نشوفه الآن الرؤية الاستشرافية لمستقبل قطاعات حيوية وذات اهمية سراتيجية للمجتمعات الانسانية بما فيها قطاع التكنولوجية يجب ان يساهم هذا التقدم التكنولوجي الذي نعيشه الآن وهو متسارع في تطوره يساهم في تشكيل المستقبل وفي تطوير القدرات البشرية في المستقبل والارتقاء بها لتكون قادرة على إعادة سياغة العالم وقد قامت بعض المراكز الاستشراف بإعداد بعض التقارير الاستشرافية المستقبلية بمشاركة الخبراء في عدة مجالات في مجال التكنولوجيا في مجال الاقتصاد في المجال السياسي وبمساهمة شركات عالمية يهمها ما يحدث في المستقبل أشاروا إلى أن نسبة المنتصيلين بالأنترنت وصل إلى 60% من إجمال سكان العالم وما زال يتقدم هذا العدد الأجهزة الآن وصلت إلى 7 مليار جهاز وما زالت تتقدم إذن فالتكنولوجيا الآن ساهمت في تقديم مفاهيم ورؤى جديدة لطبيعة الخدمات المقدمة للمجتمعات في المستقبل ما تتوقعه في المستقبل من خدمات بفعل تطورات متسارعة التي ستشهدها السنوات المقبلة من تقدم تكنولوجيا واكتشافات ستكون ركنا أساسيا في دعم مسيرة تقدم المجتمعات وتطورها تقنيات الحديثة الآن جديدة تسمح بالتحرك بشكل أسرع والوصول إلى مسافات أبعد والعيش بشكل أكثر صداقة للبيئة وأكثر صحية وقد ظهر الكثير من الحلول في مجالات السيارات ذاتية القيادة خدمة توصيل تجهيزات المواد الطبية وصلت إلى المناطق الريفية المركبات الهاجينة التي تجمع ما بين توصيل تجهيزات المواد الطبية طبعا هناك أيضا مركبات هاجينة تجمع ما بين السيارة والطائرة والباخرة وحصلنا على وسائل نقل أكثر أمنا وساهمت في إنقاذ أرواح البشر كما تمكننا بفضل هذه الطورات التي تحققت في تقنيات خلايا الوقود الجديدة الكهربائية والإدرجونية من تخفيف الإنبعاث الكربوني وساعدنا في كبح جماح التغير المناخي الذي يحدث في الكرة الأرضية وبدأ الآن السباق نحو الجيل التالي من وسائل النقل الصديقة للبيئة ما هي أهم التوقعات المستقبلية التي نتوقعها؟ أهم التوقعات المستقبلية التي سيشهدها قطاع التكنولوجيا على مدى العقود القادمة ستقوم الطائرات بدون طيار مع حلول العشر سنوات القادمة مهام الجنود في المعارك بشكل كامل بحيث سيقوم الإنسان بتشغيلها عن بعد ومع مرور الوقت ستصبح هذه الطائرات قادرة على انتخاذ القرارات بمفردها ستتوقف الطرنزستورات عن التقلص مثل ما تكلمنا عنه في حلقة سابقة سيتوقف تكامل الدارات كهربائية المتكاملة في أجهزة المعالجات للبيانات السريعة للسي بيو وسيعوضها الكمبيوتر الكومومي مثل ما تكلمنا عنه في حلقة سابقة بحيث أشارت بعض الدراسات أنه خلال السنوات المقبلة لن تعود هناك متابعة عملية التقليص التقليدية للتونزستورات لن تعود هناك وجود للدارات المتكاملة في المعالجات ولن يكون لها جدوى اقتصادية مثل ما كانت في الثورات الصناعية السابقة وفي الأجيال السابقة لأنها ستعوضها التقنيات الكومومية للحواسيب الكومومية سيصبح الواقع الافتراضي مستقلا عن الأنظمة الحاسوبية يعني سيصبح خارج الأنظمة الحاسوبية بحث تعمل أنظمة الواقع الافتراضي بشكل مستقل عن الحواسيب وذلك على عكس التقنيات الحديثة التي تتطلب الاتصال استعمال حاسوب شخصي للعمل الآن يصبح الإنسان يمشي في الشرع وهو في عالم افتراضي بدون حمله لجهاز كومبيوتر أو جهاز محمول الاندماج في الواقع الهاجين القادم نمول أسواق المعتمدة على التسويق الانتقائي مع تلاشي الحدود بين الواقع الفعلي والواقع الهاجين القادم سوف يتحول عالمنا بالكامل إلى الواقع المعزز وستبدأ الشركات التي تعمل بنظام البلوكتشين التي تكلمنا عنها سابقا بالظهور هذه الشبكات شبكات البلوكتشين الأكثر أمنا وسيكون بإمكانها توزيع الأموال وتصرف فيها منطقيا اتمادا على البيانات البرمجية وسوف تتم كل هذه العمليات خلال ثواني معدودة سيتحول قطاع الأنترنت الأشياء في السنوات المقبلة إن شاء الله إلى صناعة قيمتها تريليونات الدولارات هذا الأنترنت الأشياء وسيتم اختصار الاتصالات البعيدة المدى المسافات الطويلة سيتم اختصارها بشكل فعال حيث يتوقع أن تصل تكنولوجيا الاتصالات لمرحلة عالية من التطور لدرجة أن شعور شخصين يبعدان عن بعضهما ألاف الأميال بأنهما في نفس الغرفة وسيكونان قادرين على لبس بعضهما بفعل التقنيات الجديدة هذه توقعات المستقبل سيتم تطبيق نظام تحديد الهوية العالمي وذلك بعدما أصدرت الأمم المتحدة تعليمات لتأمين هوية تعريفية لكل شخص في العالم مع حلول سنة 2030 وتم عاقد شركات مع شركات في هذا المجال لتزويد كل سكة العالم بهويات مرتكسة على نظام البلوكتشين أيضا سيمتلك كل شخص على الكل الأرضية روبوتا خاصا به ليصبح مساعده الشخصي هذا هو المعيار السائد في الحياة المستقبلية ستصبح الحواسيب الكومية متاحة بشكل أكبر سوف تنتشر وسوف تندثر هذه الحواسيب التقليدية الكلاسيكية المعتمدة على البطاقات الإلكترونية الكلاسيكية حيث يعتقد الخبراء أن التقدم في مجال الهندسة الكومومية وتزايد الظواهر الميكانيكية الكومومية إلى انتشار هذا النوع من الحواسيب سوف ترتكب الآلات أيضا تستطيع الآلات ارتكاب جرائم أكثر من البشر وسيؤدي ذلك إلى تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية للبشر إلى ارتكاب الآلات لأغلب الجرائم التي يرتكبها البشر الآن ستصبح نصف قوة العمل العالمي ذاتية التحكم حيث أنه سيتم استبدال 50% من القوى العاملة الآن لتحل الروبوتات محلها وبعدها ستظهر كائنات خارقة وذلك مع تلاشي الحدود ما بين البشر والروبوتات والذكاء الاصطناعي حيث ستظهر أشكال حياتية أكبر ستصبح المنازل الذكية داخل المدن الذكية التي تكلمنا عنها سابقا هي المعيار السعيد حيث ستقوم الروبوتات بعمليات الطبخ والتنظيف وكل الأعمال المنزلية بحيث ستقوم مفروشاتنا بتعديل نفسها تلقائيا لتناسب أشكال أجسدنا ودرجة حرارتها كل هذا هو الآن من الأحلام ولكنه حسب علماء الاستشراف سوف يتحقق الفترات القادمة يحصل أحيانا نوع من الخلط لدى البعض ما بين مفهوم التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل هناك خلط في المفاهيم قلنا ما بين التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل لابد هنا أن نؤكد أنهما لا يتعارضان فيما بينهما بل يكملان بعضهما بمعنى أن استشراف المستقبل يزود الحكومات والمؤسسات الآن بمعلومات غنية لتشكيل المستقبل واتخاذ القرارات السليمة وتغيير الاستراتيجية الحالية في ظل مخرجات عملية استشراف المستقبل استشراف المستقبل الآن هو مهارة عملية تنطوي على استقراء التوجهات العامة في حياة البشر والتي سوف تؤثر بطريقة أو بأخرى في مسارات الأفراد والمجتمعات المستقبلية إذن لا يدف الاستشراف إلى التكهن بتفاصيل أحداث المستقبل الأفراد أو للمجتمع أو الإنسانية جمعا بل يرسم نهجا استباقيا ويقدم سيناريوهات يمكن تحويلها إلى واقع ملموس يرتقي بالعمل المؤسسة على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة لتحقيق أعلى معدلات رضا المتعاملين وتحقيق سعادة البشر وتحقيق الاتجاهات بعيدة المدى وتخيل المستقبل مرغوب فيه نطمح كلنا إليه يعني باختصار الاستشراف هو وسيلة لتشكيل المستقبل وهو أسلوب منهجي وتشاركي لتطوير استناتيجيات والسياسات فعالة من أجل المستقبل ومن أجل اتخاذ القرارات وتصرف من خلال محاولات نظامية للنظر في مستقبل العلوم والتكنولوجيا والمجتمع والاقتصاد وتفاعلتها من أجل تعزيز المنفع الاجتماعية والاقتصادية البيئية للإنسانية جمعا أعزائي المستمعين نكتفي بهذا القدر من التعريفات شكرا جزيلا على حسن إصغائكم لهذه الحلقة نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم التثقيفي العلمي تبسيط العلوم تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلسلة تبسيط العلوم Make Sense Easy طرح لقضايا البحث العلمي والجامعة وشرح مبسط لبعض المدلات العلمية والتكنولوجية الدقيقة Make Sense Easy إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور سعد إسلامي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة